مرحبا مواليد برش الأسد معكم كارمين شماس اليوم بدي أحكي عن الأسبوع الثالث من شهر نيسان أبريل يعني بدي أحكي من تنين 13 نيسان أبريل للأحد 19 نيسان أبريل شو مخبّلنا هيدا الأسبوع طبعا مواليد برش الأسد هني برش ناري مبسوطين كتير مرتاحين مع تأثيرات الشمس من برش ناري من برش الحمل لكن بهذا الأسبوع وتحديدا بنهايته يعني يوم الأحد ساعة 6 إلى 10 مساء توقيت بيروت الصيفي تنتقل الشمس من برش الحمل الناري صديق لألكون لبرش الثور يلي بشكل مربع مع برشكن بهذا الأسبوع رح بيكون فيه عنكن 3 ايام ما رحقول بتعكسكن لكن نوعا ما معقولة تخربت حساباتكن بتكن تنتبهوا منن فقط لغير وبقيت الأيام بتكن تشتغلوا من كل قلبكن وبتكن تحاولوا أنه ما توقعوا ضحية السحل وضحية تأثيرات كوكب المريخ يلي عم بتنقلوا ببرش الدلو يلي هو ما بيلكون أسبوع بيعطيكن بقدم أكتر من مجال لحتى تضبطوا أموركن بتقدروا تضبطوها بس بتكن تنتبهوا منها 3 ايام خليني بلش لحتى تضبطوا أوقاتكن طبعا بالأبراج اليومية بتقدروا تاخدوا كل يوم بيومه وتعرفوا مظبوط شو فيه بانتظاركن بالأبراج الشهرية بتاخدوا فكرة عامة عن الشهر مسبقا وبالأبراج الشهرية بعطيكن يعني إذا هلأ فتحتوا الأبراج الشهرية وشفتوها بتقدروا تاخدوا الأيام الأكثر حظا والأيام الأقل حظا هلأ لآخر الشهر وهيكي بتقدروا تضبطوا مواعيدكن طبعا بتلاقوا كل هايدي الفيديوهات بتلاقوا الروابط تحططها بالوصف بأسفل الصورة التانين والتالتة الأمر موجود ببرش الشدي الأمر ببرش الشدي بالنسبة لألكن والشمس ببرش الحمل هيدا معنات لمولو برش الأسد وكأنه في نافذة فتحت قدامكن وعطيتكم مجال لحتى ترتبوا بعض القصص أوكي؟ ليش؟ لأنه بيعطلة الأسبوع اللي ما رأيت كان فيه خربطات كان فيه حسابات ما كانت مدروسة منيح أو كانت طارقة وفجأتكن وخربطتلكون حساباتكن فبيوصل التانين والتالتة وبنطلب منكن أنه تعدوا تفكروا مزبوط تفكروا مزبوط شو يلي لازم تعملوا لحتى ترجعوا تردوا الأمور لمجرها طبيعي تضبطوها شوي وبتضبط معكم ما تعتلوا هم لكن يلي بدأ لكم إنه رح بيكونوا يومين اطوال لكن مفيدين ولكن رح بيكونوا أفضل بكتير من الأربعة الخميس والجمعة لذلك رجاء شغلكم المهم هيدا الأسبوع حاولوا إنكم نتركزوا عليه اتنين وتالتة خلصوا منه بدكن فيقوا بكير ترتبوا أوقاتكم اتنين وتالتة تشتغلوا على الأولويات الأربعة الخميس والجمعة ثلاثيين مكركبين ثلاثيين عنكن طاقة عنكن قوة عنكن قوة شخصية عنكن قوة حضور لكن يمكن تواجهوا خصم أو مسألة مهمة وما تروا تتخطوها مش إنه يلا ما عليش ماشي لا ثلاثيين الأربعة الخميس والجمعة معقول تلاقوا حالكن أمام مواقف مرحرجة أو مربكة لكن لأنه الشمس موجودة برش الحمل أنتوا محظوظين وما عليكن أي ضغوط صعبة إلا المولود التي يقعوا تحت تأثيرات سحل والمريخ ورح أذكرهم بآخر الفيديو إذن الأربعة الخميس والجمعة هنا تقريبا بين هلالين أتعب ثلاثيين بهيدا الأسبوع ثانين وثلاثة نسبيا الأفضل بنوصل السبت والأحد منتعش وتسعتعش نيسان أبريل لوجود الأمر برش الحوت هون بتصور أنه رح يرتاح جدا مولود برش الأسد يشعر بارتياح يشعر بانفراج بحس أنه خي هالمشكل اللي صار كأنه نطوّط صفحة وعم تبدأ صفحة جديدة مطلوب بينكن أنكم تتابعوا التفاصيل ما تتركوها ما تتركوها على حالة تشتغلوا عليها إذا مشكل كان مع الأهل إذا مشكل مع حدا بالشغل إذا حدا مشكل مع أي شخص إن كان رفقاتكن أحبائكن صار خلال عطلة الأسبوع نصيحة سرتوا لأحد حلوة وبتنحل بتنحل تعرفوا كيف بالمرونة وبالتخلي شوي عن هالكبرية معنى إذا أخدتوا إنتوا المبادرة ما بيصير شي أبدا إذا أسبوع بيشغلكن لكن ما رح يخذلكن بس ناطر منكم إنتوا المبادرة الأكثر تعبا 24-25 تموز يولو هذا الزحل هو سبب المعاكسات عنكم كونوا حذرين مش وقت تعملوا مشكل العلاقات معقولة تتخرب كونوا حذرين علاقات مهنية اجتماعية أو حتى عاطفية كونوا حذرين من نوع من انفعالات أو نوع من شعور بالعدائية 1 لستة أب أوسطس الأكثر حظا تأثيرات كوكب الشمس يلي عم بتودع برش الحمل ارتعطي تأثيرات حلوة لا بأس بها عند مواليد 16-22 أب أوسطس بيتمنى لكم أسبوع كتير حلو وإلى اللقاء مع تفاصيل أكتر بالأبراج اليومية الشهرية والسنوية وادعكن باي باي ترجمة نانسي قنقر